جولتنا مستمرة في باريس فاشن ويك عروض الرجال كانت مميزة جداً والآن راح نكتشف مع بعض عرض وضع تعريف جديد للملابس الراقية وجمع بين الترديشن and الساب فرجن سو خلينا نشوف مع بعض دون هيلز شو كنت سعيد جداً بحضور العرض الرابع لمارك ويتسون مع الدون هيلو اللي استوحاه من موضة الثمانينات دمج فيها بين المدينة والريف هل راءت أمود امود تسوى ال ogsåدي؟ السيد من السنة كانت أمود أمود توقفت احضار عبر عبر الفرس السهارة وقلت الثمجابات سوى الانشوف الأمود وأنا أرحباً في لختلاح اوجبه على أن تبدأ الأول الأول والأول والأول لتبدأ كل شيء وهو خيريو بجوة ثم تبدأ أمود تبدأ الأمر ولكن هذا السنة أيضا أمود تبه خيريو حدوان ولكن هناك اما تعريف من السنة موضوع العبر الفرس والخورة والدتروف الجهور موسيقى امتاز الانتجارات عن النساء امتاز كم تشيل تقليد بكثير موسيقى 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 تدريس كبير يأتي من رفترات أمريكي ويأتي بأمور كمدرس وكيف ينتهي بأمور الناس وكيف يستخدم وكيف يستخدم المعروفات يجب أن تتعليقه بشكل جيد ويجب أن تتعليقه بشكل جدًا ويجب أن تتعليقه حضر العرض الكثير من المشاهير وما قدرت أفوت نجمة الجولدين جلوب والمرشح للأوسكار رامي مالك اللي عرفنا أنه بيك فان لدن هيل وعتمد في إطلالته على بلاك بانتز مع جاكت والشرط من نفس اللون البني ونفس البرينتز لا أعتمد أنه سيسمعه فإن هناك بعض المشاهدة في كل هذه الأشياء مع دون هيل تعلم أنه سيكون لديه كلاسيك ولكنه لديه طريق ويجب أن هناك شيئًا لديه لأجب أن هناك شيئًا لأجباء أحب المشاهدة والدريب وأحب المشاهدة ورأي الإسراء ويجب أنه لقد أفعله لأي إطلاء الأشياء التي تحصل على الجمال لقد أفعله أفعله كما نحن وهذا ما يعتقد بين what Rami loves and him as a guy and his style, we were talking a lot about that, we talked about style and quality and detail but also what feels right for any guy really, that it needs to feel personal and comfortable but it's also a celebration of beauty and of materials and just easeful style. Thank you so much. العرض كان أكثر من رائع وطبعا وجود الرامي مالك غير من مقاييس الجو مالك هو فقط مقاييس جميعا مارك أنت فقط جينيوس و أعتقد أن نسمع الكثير عن هذا الديزاينر الرائع اشتركه موسيقى